مسرب شهير بيحكي انه وان بلس لسه عندها فلاكشب يمكن يكون اقوى من الفلاكشب الون بلس 10 برو واذا انتم فكرتم شركة اتش تي سي سكرت لحظة شوي لا ما سكرت وفي عندها جهاز جديد قادم وشركة بلاك شارك بتطلع بلاك شارك 5 و بلاك شارك 5 برو تعالوا شوف بعض الميزات اللي لهم اخبار تقنية ان شاء الله سريعة جدا جدا يارب تستمتعوا في هذا الفيديو هيا بنا سلام عليكم اصدقائي انا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع اذا مش انتابعيني على انستغرام و تيك توك هاي الفرصة مش الاخيرة فرصة الاولى انزلوا تحت على التعليقات او على صندوق الوصف حتلاقوا الروابط اضغطوا واشتركوا ان شاء الله بتستمتعوا اوكي شركة ناثنج شركة ولا اشي خلص قررت انه بدأت تعلن عن جهاز او هاتف تبعها الهاتف يسموه الهاتف ناثنج ون او فون ون حسب في 12 جولاي 12 سبع القادم ان شاء الله هذا الهاتف من التسريبات اللي طلعت انه عنده شهادة تي يو في شهادة حماية معينة ذكر بهاي الشهادة انه رح يدعم شحن سريع 45 واط 45 واط مش افضل شحن في العالم ولكن كويس احسن من 25 واط كمان ممكن نشوف سناب تراجون ثمانية بلس الجنريشن اول على هذا الجهاز هذا تسريب مش اكيد ولكن ممكن نشوفه الفكرة انه الجهاز يعني كثير صار عليه هايب صار عليه حكي كثير هل هيكون يعني جهاز يستحق والله صعب السماعات تبعونهم حكوا عنها كثير ولما اجت كان تصميم مميز بس مش افضل صوت مش افضل تجربة صوت اهمي سين على هذا الجهاز انه هيكون تصميمه شفاف وبرضه بنستنى نشوف شو موضوع السوفتوري اللي هيكون عليه حيكون اندرويد خام بلانشر تبعه نوثنج ولا حيكون اشي ثاني هذا اللي بهمه بصراحة ومسرب شهير اسمه جاي ماكس سرب وكتب فيه تغريده قال انه الوان بلس عنده لسه فلاكشب بتطلقوا هذا الفلاكشب اسمه هيكون وان بلس تي بلعادي دائما بيجي اشي بتاخر بس ما بيكون افضل من مثلا النسخة البرو الاساسية اهم ميزة بهذا الجهاز انه عنده معالج سناب دراجون ثمانية بلس الجيل اول يعني افضل من المعالج الموجود على وان بلس عشرة برو اللي هو سناب دراجون ثمانية هاي اوه الشغل الثانية الوان بلس البرو عنده شاحن ثمانين واط هذا الجهاز حيكون عنده شاحن مية وخمسين واط فالشاحن اسرع السؤال الاساسي هل الكاميرات حيكونوا من هاسل بلاد نفس الكاميرات اللي موجودين على التين برو هذا الاشي ما بنعرفه هل انت متحمس بعدك لهاي الشركة ولا راح الحماس احنا فكرنا انه شركة اتش تي سي سكرت وخلصت وبطلت تصنع هواتف والشركة وضعت صعب لكن استغرب انه والله قريبا جدا بثمانية وعشرين ستة حيكون عنده اعلان عن هاتف جديد اه بالضبط هاتف هلا مش معروف اذا هذا الهاتف حيكون فلاكشب ليبل يعني اشي من الفئة العليا ولا هاتف متوسط بس اللي معروف من التسريبات انه هذا الهاتف حيكون مركز على الAR والVR الاغيومنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي يعني حيكون مركز على اشي اسمه الميتا فيرس العالم الافتراضي وهذا كل العالم بتوجه هذا توجه حيكون عندهم اشي اسمه الفايل فيرس اللي هو نسختهم من الميتا فيرس كيف حتكون التجربة ما بنعرف كيف حيكون شكل التليفون ما بنعرف ان شاء الله قريبا بنعرف شركة بلاكشارك تعلن عن بلاكشارك 5 و بلاكشارك 5 برو شوفوا الميزات اللي عندها دول الجهازين اول شي فيها تشابه يملكون نفس الشاشة بتردد 144 هرتز ايضا في ازران خاصة بتخرج اثناء اللعب اير تريقرز بسموها اير تريقرز موجودين في اعلى الجهاز نفس البطاريه 4650 ميلي امبير مع شحن سريع 120 واط الاختلاف يكمن بالمعالج نسخة البرو رح يحمل معالج سناب دراجون 8 لجيل الاول ونسخة العادية رح يحمل معالج سناب دراجون 870 سعر نسخة العادية بالصين 550 دولار من هنا بيبلش اما النسخة البرو بيبلش من 800 دولار وننتقل لشركة ابل وقبل رسميا تعلن ايقاف الدعم لآيفون 6, 6S, 7S وآيفون SE الجيل الاول خلاص من ايفون 8 وطالع رح ياخدوا الاي او اس 16 تحت خلاص بطل في دعم بعض النزلات ليش تزعل ايفون 6S بياخد لسه تحديثات لليوم يعني يعطيهم العافي بصراحة ايفون 7 بلاش ايفون 6S ايفون 7 لليوم بياخد تحديثات عن جد اشي كتير كبير فخلاص يعطيهم العافي خمس سنوات كفوا وفوا ركزوا على الاجهزة القادمة وببعنا لسهتنا نحكي عن ابل خلاص فيه خبر اكيد واساسي انه الاتحاد الاوروبي اقر قانون انه ما بدهم اجهزة بغير مدخل اليو اس بي سي كل الاجهزة كاميرا مدخل اليو اس بي سي لابتوبات اليو اس بي سي تابلتس اليو اس بي سي ايفون اس بي سي خلاص حتى الساعات اي اشي بيكون تقني بدي يكون موحد اس بي سي ليش لانه عندهم صرف حوالي 250 مليون يورو في السنة على موضوع تشارجرز المتنوعة وعندهم 11 الف طن بسموه اي ويست نفاية الكترونية فلما يوحده الشحن ويوحده المدخل بيصير عندك شاحن واحد في البيت بيغطي كل اجهزتك ما في داعي يكون عندك خمس شواحن وهذا الشاحن حتى لو غيرت الجهاز هو نفسه حيشحن الجهاز الجديد لان الجهاز الجديد هيكون يو اس بي سي ففعليا حلوا مشكلة كبيرة شو رأيك انت بهذا الموضوع خلصنا الاخبار التقنية لا تنسوا تتابعوني على انستغرام وعلى تيك توك روابط في صندوق الوصف شكرا جزيلا